احتشد الالاف في العاصمة المالية باماكو يوم امس للاحتجاج على فشل الحكومة وقوات حفظ السلام الدولية في وقف العنف العرقي وعنف المتشددين وتأتي هذه الاحتجاجات عقبة مذبحة وقعت في 23 من مارس اذار نفذها مسلحون من عرقية الدوجون على قرية اوغوساغو التي يسكنها رعاة من عرقية الفلاني في وسط البلاد في ادمى هجوم عرقي بمنطقة الساحل بغرب افريقيا